لقينا بمدرسة ورخ خمسة يوم يوم خمسة وعشرين ثمانية لقينا يعني منفوق يعني القتل مالته يعني مالت يومين ثلاثة يوم جريمة غمضة قتل فيها الطفل جود ذو ست سنوات بعد فقدانه لأربعة أيام عند خروجه من البيت غموضها يبدأ من العثور على جثته متفسخة في أحد المدارس بنهاية منطقة الشعب وهو من سكنة منطقة الطالبية عائلة جود روت لنا عن آثار الدم وأسحل الجثة داخل المدرسة وبقية تفصيلات القصة هو عدى حالة توحد يعني عنده فراط بالحركة زايدة مثل ما يقول فيمشي أخذ باسك له وطلع وانا عليه دوانا عليه على الكاميرات يعني ما وصلنا نتيجة لنا نعنى جهود فردية مثل ما يقول كم يوم؟ أربعة أيام هو مفقود يوم الخامس دقينا دقينا بمدرسة بالشعب متوفي وآثار مع الدم وساحلية يعني بالصف الدم هي تحيب بالممار يعني أكو جريمة بالموضوع القصة في فصولها أحداث مريبة فخلال فترة اختفاء جود وعمليات البحث عنه وردت اتصالات من مجهولين لعائلته يسومون بمبالغ مالية في قبال تسليم الطفل وعدم بيعه أعضاء بشرية مروف متشابكة للحادثة دفعت العائلة إلى مطالبة الجهات المعنية بالتدخل الجدي في قضيتهم نطلب من سيادة رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية نحقق بهذا الموضوع شلون دخل للمدرسة طفل مفتر بالمدرسة كلها طابقين الحارس إذن الحارس يقول أنا ما أدري إذن أنت غرفتك بعد عن الحادثة 50-60 متر وبعد حدثة الموت الغامض رفعت عائلة الطفل دعوة قضائية وتنتظر النتائج للإجابة عن استفهامات عديدة لديهم من أجل كشف خيوط الجريمة ومعرفة ملابساتها من العاصبة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر